السلام عليكم القطع هذه قطع الكتاب العشرة لانه يونت الثمانية نبدأ قطعة زيت طارق قسم من عندها تمارين موجودة عليها وقسم فقط نعتمد على الوزاريات وقسم تمارين ومرادفات قسم فقط مرادفات وقسم فقط اسئلة سوف نرى قطعة زيت طارق التمارين هذا هو عبارة عن اختيارات موجودة هذه الجملة ثلاث اختيارات انا منطل اختيارة الصحة هنا فقط نحاول نستذكر معلوماتنا زيت طارق كان في عطلة هذا الاختيار الصحة وممكن ممكن يجيب الكهاز زيت طارق واز فراغ ممكن تكتبه ممكن ايضا اذا مثلا نقول جاب فراغ يعني انت تكمل ما منطلين اختيارات ممكن تقول اتورست فروم اراك اه يعني هنا نتوقع ممكن شوان يغيرون بالصيغ اللي دائما من تجيب التطالب تقول جابونا خارجي فزيت طارق كان في عطلة عندما هاجمه القرش هذي من هاجم القرش القرش هجم على زيت طارق هو كان نائم laying on plastic mattress على سرير بلاستيكي تقدر تقول هذي air bed على سرير بلاستيكي عادي ماكو مشكلة طارق اللي هو زيت طارق was bitten by the shark عظه القرش قد عظه او قد عظه يعني بما انه مبني المجهول من قبل القرش بينما الست دلافين protected طارق protected طارق حرست طارق سوى الحماية طارق was rescued طارق تم انقاذه by sea بالبحر when he got back to dry land عندما رجع الى اليابسة taken اخذه medical attention للعناية الطبية ممكن يكتبلكم hospital عادي يعني هم تكون موجودة medical attention medical care للعاية الطبية والعناية الطبية تاعدنا هذا التمرين اللي هو قلناكم اختيارات التمرين الثاني راح يكون على الشكل سؤال وجواب where was they طارق staying staying معناه تيسكن ينزل وين كان باقي وين كان نازل شرم الشيخ ايجبت في شرم الشيخ مصر what was they doing كان زي طارق يفعل when he saw the shark من شاف القرش زي طارق كان يسوي من شاف القرش ما هو وقع بالمي صار قباله قرش وصار بها اللحظة اللي هي يلهوي قرشي امامي فسوى he was swimming كان يسبح وين سوى من وقعه صار يسبح فش كان يسبح من شاف القرش Wil the shark do ton tarak هذا القرش السمكة الكبيرة المتوحشة ما شفت طارق bit his arm عذة ذراع زي مقسم تقول ما هو قسم يقول بدل به زي زي زيتز ارم يعني نعم ممكن نقول ذا شارك بيت زيتز ارم ويواز طارق سكريم سكريم يصرخ ليش قام يعيط he thought he was dying اعتقد انه سيموت شنو اللي save او protect طارق هاي save او protect تختلف عن 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 ما قد بهنا rescued هذي rescue ينقذ انقذه بالماضي فهذه تختلف هنا من تجي protected و save رحصير عندنا الدولفينز الدولفين بعدين رح يقول لي rescue من اللي ينقذ زيت طارق سيكون عندنا جميل علوي فهنا قالين who did hear من سمع صرخات العينتين طارق وبعدين يكملون وياها and rescued him وانقذه من هو اسم عصر خطارق وانقذه the cost guard هاي الكلمة مهمة لازم تحفظها لانو تتعرف الشخص اللي قام بالمهمة اللي هو cost guard جميل العلوي كان ينتظر طارق على الشور الشور اللي هو الشاطئ اللي هو البيتش كانت تنتظر سيارة اسعاف on ambulance دغري للوزاري طارق 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 من العراق هو وسائح من العراق الست دلافين السووا وعظوا القرش made a lot of noise protect الطارق حرسوا طارق who rescued طارق باي بوت من الانقذ طارق بالقارب the cost guard حارس الساحل كان قميل العلوي العلوي او العلوي بكيبكم يعني ما راح ينعادل السؤال يتكرر ما راح حل يعني ما نضيع وقته why what saved طارق شن اللي انقذ طارق dolphins كوي يجي واحد يقول لازم تكتبش ستة يا ابا هو بالقصة قال يمكن هنا ستة جلبتو زي طارق was بدس ومر ما يعرف في سباح on a holiday في عطلة ووركن اني يجب تعمل في مصر هو كان رايح سافرة خطية why did طارق scream ليش صرخ طارق اذا تلاحظون اني دائما اخلي الكلمة المهمة اللي تفيدني بالسؤال المربع يعني كن افضل او يعني احاول الاح عليها بهاتطريقة هاي ها حلو قوس why did طارق scream ليش طارق صرخ because عودرة تكتبها بطريقة اللي يختصرها دائما نهيج because العموم because he thought اعتقد انه سيموت يعني ما تكتبوه هايج او he was about to die كيف كم فاعتقد انه سيموت وين زي طارق got back to dryland got back ورجع للارض للارض وين اخذوه قمر قصدي يعني راح للقمر لا بس شامبل ما يرجعه للارض اليابسة فاخذوه للميديكال اتنشن هو بالشطو ما خلصنا منها يروح القمر شي سوي زي طارق was bitten by the dolphins زي طارق عضته الدلافين يعني هذي حتى بالمنطقة ما كوي شي فهي خطأ لنمو عضة الدلافين دلافين انقذه وات وزي طارق doing when he saw the shark شاف من شاف القرش شان سوي he was swimming كان يسبح was swimming what was the tarak doing when the shark attacked him هسا هنا القرش اجه هاجم زيد عندك حلين الهجوم هذا هجوم صار القرش هجم هجمتين هجمة مرتدة وهجمة اتيادية الهجمة المرتدة دائما يقوم بها ريال مدريد شنو هاي الهجمة الاولى خلينا نقول الاولى هي انه كان نائم على السرير البلاستيكي وايجي قام يدفع بالسرير الهجمة الثانية المرتدة من وقع زيد طارق بالمي صار هنا زيد اجه القرش هجم عليه من جديد فهدنا هجومين على العموم فالتريد تقول he was laying on a plastic mattress كان نائم على سرير البلاستيكي فالتريد تقول he was swimming كان يسبح عادي كيفك يعني متري تقول كان نائم على سرير البلاستيكي he was laying on his air bed كان نائم على سرير البلاستيكي طارق رسكيود انقذه منه او تم انقذه بالبحر هنا ادنا هو هارد منه سماع طارق طارق صارخ منه جميل العلوي كنا طارق كان بعطلة ايضا هاي كنا هنا بروتكت الطارق اللي حرصوا طارق هم ست دلافين وليس ست اسماك قرش غلط what did the shark do to طارق السود زي القرش طارق هل دغدغه لا bit his arm عظه ذراعه ودي الطارق start praying ليش بدي طارق بالدعاء ليش هنا يلا ذكر رب العالمين لانه اعتقد انه سيموت ممكن او لذلك الله تيت تب الله سايف هم حتى ينقضه الله وينشان نازل زي طارق ان شرم الشيخ في الشرم الشيخ اي وان شرم الشيخ سايره بمصر بإيجبت اي وان شرم الشيخ سايره بمصر زين رسكو دمين انقض طارق الانقض طارق الانقض طارق الانقض طارق جميل على وكتبناه زيد thought perhaps his airbed had hit زيد اعتقد فكر ظن انه سرير الهوائي ال airbed hit طخ ضرب صدم a piece of wood بقطعة خشب خشبة طعيفة ويجطخ بها هل زيد بتن بالشرك من قبل القرش اكان زيد عظم من قبل القرش يس 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 زيد طارق في عطلة نرجع من جديد what was زيد طارق من قبل القرش من قبل القرش يسوي صباح زيد طارق تشان نايم على سرير بلاستيكي لماذا طارق صرخ اعتقد سيموت من قبل القرش من قبل القرش من قبل القرش يا الله شوبي من سمع صارخات طارق لماذا أقول طارقات صارخ من قبل القرش من سمع صارخات طارق أكتب لكم إياها تستاهلون ودد الشرك دو شو سوى القرش بيت زيتز آرم من السمعة صرخات طارق صرخات طارق ماشاء الله جميل العلوي شنو كان ينتظر طارق على الشاطئ أن أم يولانس حفظ سيارة السعاف سيارة السعافة تخوف القرش الدلافين والله هو القرش اللي تخوف الدلافين هم تسميه قرش هذي زوري ماذا يفعلون الدلافين حتى يحمون طارق اينا الدلافين يفعلوا حتى يحمون طارق they made a circle عملوا دائرة دائرة around عملوا دائرة حوله what protected طارق شنو اللي أنقذ طارق الدلافين انتهينا من عدها نروح على قطعة مصطفى قطعة مصطفى لبيها السؤال مرادفات مرادفات Surprised Puzzled نفسها محتار او مرتبك يا الله خلنا كتبها محتار Pushing Shaking يدفع يهز يهز Without success بدون نجاح To No avail بلا جدوى Faint Lose Consciousness يفقد الوعي يفقد الوعي يفقد الوعي Dropping أريد بس هاي الكلمة ما لكم علاقة بالملح والمي شنو ماذا شنو مي وحليب وهاي Dropping Spilling يعني إذا كتبوا لكم Spilling ومطلوب تكتبون Dropping فهاي لا تقول لا تذكره ما لكم شاء الله Spilling Yes The police الشرطة The fire department الأطفائية والأمبولنس يسموهم Emergency Services Services خدمات الطوارئ Medical Helpers أيضا بس هاذا اللي الريدة هم Paramedics Paramedics مسعفين أما Walk Up استيقظ Regained Regained ونرجع عليه Consciousness استعاد الوعي من ماذا تعاني والدة مصطفى من شنو تعاني من شنو تعاني من مرض السكر المصطفى من القتال حولي Why was the mother proud Why was the mother proud Why the mother è morco Why was the mother proud Why did her mother Bridget status he was calm كان هاد and وذكي intelligent تقدر تقول because he saved her or her life لأنه قبح تقول لأنه كان هاد وذكي why was the mother unconscious ليش لأم كانت فاقد الوعي رح نمشي على الأصعب اللي هو because hair blood sugar لأنه سكر دمها dropped رح شوية حاول أختصر به يعني بدون القواعد الهاد ومعرف شنو dropped too low انخفض كثيرا طبعا نقدر تجيب نفس انه هذا she suffers from diabetes لأنها تعاني من السكر فنحن نخلل نمشي على هذا نقول عليه الأمن مع أنه ما يكتبون طبعا because she suffers from diabetes she was diabetic لأنها كان أصعبة بالسكر عدنا السؤال ما تشير من نكون عدنا الكرسي to open ليفتح the front door ليفتح الباب الأمامي المن to the paramedics or the paramedics ليفتح الباب الأمامي للمسعفين شير نفسه معاد تعاني من الدهبة الصح كيف أنقذ والدهو كيف he called اتصل بي من بال طوارئ he called the emergency services يعني ممكن ممكن مثلا نقول يعني كان هذا هو ذكي بس هذا أفضل الemergency operator صفية خوري هذه الشخصية took أخذت مكالمة مصطفى true how did the paramedics treat كيف عالج المسعفين والدة لطيفة they gave hair أعطوها un injection opera هاي الأوبرا ليش to raise اللي يرفعو hair شير فعون hair blood sugar سكر الدم مصطفى found وجد مصطفى والدت بالbedroom في غرفة النوم what happens شي صير إذا السكر الدم drop too long هس الدياباتيكس هو أكيد المرضى السكر يعني قابل شي صير المرضى القلب لما السكر الدم ينخفض لأ هو شي صير لمرضى السكر عندما ينخفض كثيرا they lose consciousness يفقدون الوعي سيفقدون الوعي مصطفى's father was suffering from diabetes بين غلط اللي هن هو مو والد مصطفى أصلا الأم ليش فخورا لنقذ حياته وكان هذا وذكي what did مصطفى do to wake his mother up اش سوى مصطفى حتى يقعد والدته he شنو هي he tried by shaking حاول بأن يهزها and calling وينادي عليها والأم الماضى تعاني مرضى السكر وان وجد والد توجدها بغرفة النوم تعاني من high blood pressure تعاني من ضغط الدم العالي لا false stand on a chair to open the front door for the paramedics what did مصطفى tell ماذا أخبر مصطفى موظفة الطوارئ my mommy is sick أمي مريضة she needs a doctor أمي مريضة وتحتاج الطبيب ليش فقدت الوعي because her blood sugar dropped very low find in her bedroom ليش المصطفى puzzled ليش هو كان محتار because his mother didn't come to his room when she didn't come to his room لم تأتي للغرفة blood pressure dropped too low مصطفى الغلط لأنه موسكر مصطفى 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 found in her room بس هنا جاي اللي اللي لقاها واعية في غرفة النوم غلط هي unconscious how open the door he had to stand أنا يسئلوني شلون نفتح الباب on a church كان عليه أن يقف على كرسي why was mصطفى is unconscious ليش الأم فقد الوعي لسكر الدم لقاها بالbedroom مصطفى unconscious ليش الأم فقد الوعي because her blood sugar dropped very low لين شكر ده بنخفض ليش مصطفى puzzled ليش مصطفى puzzled إن his mother didn't come to his room ما جد الغرفته هنا how paramedics know كيف عرف المسعفين إنه أم مصطفى ديابتك مصابة بالسكر they saw رأوا they saw أو تقولها spotted اشلون عرف المسعفين they saw her insulting card ليش الأم unconscious لأنه سكر الدم الخفض because her blood sugar dropped too low زين هنا عدنا what الماذر do morning first بس جد سوي أول شي الصبح she came into مصطفى's room طبقت للغرفة زي جد سوي walk him up تقعد walk him up وعندما تقعد راجدين ثلاثة تلابسة ملابسة and يالله خين سوي and and يعني ثلاثة تقولون help him get dressed أو change his clothes بيابكم help him get dressed وتساعده على ان يبدل ملابسة told اخبر الموظفة انه ام مريضة بتحتاج طبيب والام فخورة ببنها لانه يعني كان هادئ وذكي ومصطفى's mother will always be proud رح تكون دائما فخورة ببنها وان لقى مصطفى والدته بالبادروم ليش كان شوية محتار because his mother didn't come to his room ليش كان محتار لأنه الوالد تلم تأتي لغرفة because his mother didn't come to his room هنا عدنا ودد مصطفى tell the emergency operator جغال الموظفة طوارق my mommy is sick she needs a doctor proud ليش لأم فخورة ببنها because he was calm and intelligent لقاها بالكتشن لا غلط chair to open the front door for the paramedics suffers from تعاني من الديابتز مصطفى مصطفى found his mother in her bedroom صح treat لطيفة شلون عالجو لطيفة they gave her an injection لأم ليش كانت unconscious سكر الدم dropped very low find in her bedroom proud because he was calm and intelligent suffer from diabetes suffer from diabetes open the front door for the paramedics كيف فتح الباب he had to stand on a chair why was مصطفى the only one who could help his mother ليش مصطفى كان الوحيد اللي يقدار يساعد والد because his father was away يعني أبو كان ما موجود وانشان on a business بزنس بزنس في رحلة عمل سفر from diabetes تعاني من السكر find his mother وين لقى والد لقاها بغرفة النوم in her bedroom هنا عدنا جديد Diabetics do every day شي سوون كل يوم دولة they يسيطرون control the blood sugar يسيطرون على سكر الدم بأبار الإنسولين with injections of insulin بأبار الإنسولين وين مصطفى couldn't help his mother ما قدر مصطفى يسيطرون والد وقرر to call and يتصل the emergency services and يتصل بالطوارئ وين مصطفى as mother unconscious ليش يا بش نتفاق الوعي لأنه سكر الدم انخفض كثيرا ما جش عليها بالتمهيد 24 وصلنا لليونت الثاني واجبات رجل الشرطة هنا نعد نتعارف rules هذه تصير قوانين laws قوانين اللي هي قواعد على كل ولاد اتباعها يجمع معلومات عن جريمة اللي يجمع معلومات عن جريمة investigate يحقق put someone in a prison وضع شخص في سجن arrest يعتقل person who saw or heard شخص رأى أو سمع شيء وقت الجريمة witness شاهد person steals money from your pocket شخص اللي يبوغ ويسرق الأموال من جيبك سموه pick pocket pick pocket بتعيد نفس الكلمة هاي نشعل الأسئلة مالتها witness شنون يساعد الشرطة أكو هاي أجوبة طبعا خلي اختار غير لهم مثلا by telling them بإخبارهم what he saw or heard بإخبارهم ماذر أو سمع هذا واحد من الأجوبة طبعا هذا الشاهد هو شاف أو سمع كتبو إذا تردون اللي رحم صحة واكتب واحد جديد عادة هم يكتبون على أكثر يكتبون هاذ رح حس انكتب يعني إنه شلون by telling them يشبه by telling them what a criminal what a criminal ما هو شكل المجرم looks like ما هو شكل المجرم and the و crime time و 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 يستخدمون الطرق بسهولة بدون حوادث تأكدون أن السائقين يستخدمون الطرق بسهولة بدون حوادث طبعاً راح تتكرروا هوايا هنا عدنا واجبات الشرطة يريد اثنين من عدامة مثلاً نقول يساعدون الناس أو مثلاً نضيب ثاني اللي هو هسا شفنا ليش ينظمون المرور نقول مثلاً ممكن يستخدموا مسدسات السرع الاخري prevent crimes الشرطة تمنع الجرائم و solve crime وتحل الجرائم واحد من الواجبات help people الناس ليش follow the law ليش يتبعون القانون to live to gather ليعيشوا مع بعض safely بأمان طبعاً هذي to live هاية to live تقدر تكتبها so that they can all وتوصل live together safely حتى يمكنهم جميعاً أن يعيشوا مع بعض بأمان واحد من الواجبات نقول عليه هسا هنا ليش الشرطة تستخدم مسدسات السرعة to catch speeders لتمسك المسرعين do held different duties الشرطة عندهم مواجبات مختلفة yes they do نعم هما عندهم مواجبات مختلفة الناس يتبعون القانون حتى يعيشوا مع بعض بأمان true واحد من الواجبات help people الشرطة بدأوا يستخدمون مسدسات السرعة to catch speeders يعني إذا تريد تكتب over 50 years منذ أكثر من 50 سنة الوثنة ساعد الشرطة قلنا أول شي الناس تتبع القانون حتى يعيشون مع بعض بأمان ليش الشرطة يستخدمون مسدس سرعة حتى يمسكون المسرعين ليش ينظمون المرور حتى يتأكدون النساقين عند أرضها بالعربي لان هي موجودة أصلا احنا قلناها so that they can all live together safely بالنسبة للdirected traffic speed gun هذا المسدس سرعة to catch speeders direct traffic to make sure drivers can use roads easily without accidents نفسي عاد هنا عدنا الفوتوة prints and finger prints لأشي تستخدم لأشي يستخدموها to تردون تكتبون identify أو تكتبون no ليعرفوا identify تعرفوا no يعرفوا and arrest يعرفوا ويعتقلوا يعتقلوا منه the criminals المقرمين المقرمين الناس تتبع القانون حتيعشون مع بعض بأمان to live together safely to live together safely to live together safely to live together safely through photoprints حسي قناها to know and arrest criminals follow the law to live together safely الوتنس help the police by telling them what a criminal looks like ليش الشرطة direct traffic ليش الشرطة direct traffic to make sure that drivers can use rods easily هنا جينا للسرعة هذي بعوها speeding is speeding is نفسها هي بس انته المرة تكملها is one of the leading causes of death on the road واحدة من الأسباب المؤدية للموت على الطرق true لما يجيبها كمل التنقل لهذا السطن هنا فحتى السرعة من الأسباب المؤدية للموت على الطرق follow the law ليش نتبع القانون to live together safely سرعة شبيها one of the leading causes of death on the road وها direct traffic ليش ننظموا المرور وما أجي شيء عنها بالتمهيد 2014 بالنسبة القطعة الثانية قطعة الرايدار اللي هي شنو هو الرايدار ديتكتر شنو كاشف الرادار تقدرون قلون a machine تقدرون قلون a tool تقدرون قلون a device شنو ذنني machine آلة جهاز ماكينة tool معناتها أداة device معناتها جهاز نفسهم كلهن نفس المعنى ذنني كلهن that what detects radar guns جهاز يستخدم بيستكشف مسدسات السرعة هل يمكن لمسدسات السرعة أن تأخذ صور yes some can نعم بعض ها يمكنه بالنسبة للتمرين هذا true false الشرطة don't use radar guns لم تعد الشرطة تستخدم مسدس السرعة لا شلون only calculate تحسب فقط سرعة السرعة متاجهة نحوها هاي مسدسات السرعة غلط تشبه الأسلحة true بعض المسدسات السرعة تشبه الأسلحة نعم radar detector هذا مسدس الرادار make beeping noise يصدر صوت تنبيه true اذا تحسس الوجود مسدس السرعة اكو مشكلتين تواجه كواشف الرادار true الناس يعتقدون انه don't work well ما يعملن بشكل صحيح مسدسات السرعة true الشرطة لازم تتدرب على الاستخدام بالشكل الصحيح true اما don't need any maintenance معقولة كل شي بالحياة يحتاج صيانة فهذه false لانه يقول لا تحتاج لأي صيانة can radar guns take pictures yes some can نعم يمكن لبعض المسدسات السرعة أن تلتقط الصور هنا يعمل by sending radio waves towards a car مسدس السرعة يعمل بإرسال موجات راديو باتجاه سيارة تشبه الأسلحة نعم true ما هو كاشف الرادار هس عرفنا a tool a device a machine that detects radar speed guns فوق أول تعريف كيف يعمل المسدس السرعة هذه نفسها by sending radio waves towards a car بإرسال موجات راديو باتجاه سيارة don't need any maintenance لا تحتاج لأي صيانة false الرادار was during world war 2 خلال الحرب العالمية الرادار invented اخترعوه تم اختراع الرادار خلال الحرب العالمية الثانية تستخدم الرادارات to catch speeders لمسك المسرعين over 50 years ago من أكثر من 50 سنة radar detectors كاشف الرادار اللي يستخدمه السائقين هو legal قانوني لا غلط can be maintained يمكن لمسدسات السرعة أن تستمر if they are checked and fixed regularly regularly يعني فحصة وصلحة بانتظام هذا نفسه تكتبوه هنا وهنا هو true يقول مسدسات السرعة يمكن أن تستمر يمكن أن تدام بفحصها و إصلاحها بانتظام الشرطة تستخدم المعلومات to know the owner لتعرف مالك السيارة طبعا المعلومات على لوحة الأرقام still one لا تزال واحدة من شنو هاي اللي لا يزال واحدة من اللي هو مسدسات السرعة لا تزال واحدة من of the common يا أما تكتبون هاي common اللي هي الشائع أو تكتبوها main الرئيسية tools in law enforcement واحدة من الأدوات الشائعة في فرض القانون هنا تستخدم أو المسدسات السرعة تعمل بإرسال راديو bitjes cell بإرسال موجات راديو bitjes سيارة تعمل أوتضسات السرعة بإرسال موجات ب didjes ca UA بإرسال موجات راديو bitjes فالس ماقل يجب ان تتدرب الشرطة. true. don't use radar guns. false. ما يستخدمون. شنو فرو. false. ما يستخدمون مسدسات السرعة. لا. ليش. بعدهم يستخدموها. شنو هو كاشف الرادار. a machine that detects radar guns. أول تعريف. رادار wasn't vented. الرادار اخترعو. during. خلال الحرب العالمية. world war 2. خلال حرب العالمية الثانية. كاشف الرادار. a machine that detects radar speed guns. الشرطة بدو يستخدمو المسدسات السرعة. to catch speeders. لي مسك المسرعين. خلال خمسين سنة. كيف يعمل المسدسات السرعة. by sending radio waves. towards the car. 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 invented the jurid. نخترعو. خلال. حرب العالمية الثانية. طبعا. داك اليوم. شفيت واحد. دي يعلق يعني. دي يقول. start. ملسمتك. زينة. أوكي. وحلوة. بس. أكو شغلة بيها. هو من وجهة نظره. زايدة. ما لها داعي. ليش. تكرر الأسئلة. يبقى. 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 سمعني. لازم تكرر الأسئلة. لان. إذا ما تكررها. ما رح تحفظ. يعني. شون الفائدة. أقول لك. هذا السؤال السرعة. ترى. ما يعمل. 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 كل شوية جاي. أقدر كتبها مرة واحدة. وأقول. جاي. ألف مرة. أنت تدري بي جائل في مرة. بس. ما تحفظ. ما تحفظ. ما تحفظ. ما تحفظ. زين. يلا. Don't work well. المسدسات ما تعمل جيدا. منو هذا الناس يعتقدون. نعم. الناس يقولون. المسدس ما يشتغل زين. يعني. شرطة. دي قطم. بنا. هي نفسها. ترى. ليش الشرطة تستخدم مسدس السرعة. to catch speeders. شنو كاشف الرادار. machine that detects radar speed guns. شوان يشتغل المسدس. by sending radio waves towards a car. by sending radio waves towards a car. زين. هنا جديد هذي. كيف السائقين يتجنبون مسدسات السرعة. they use. يستخدمون radar detectors. يستخدمون كواشف الرادار. أكو مشكلتين تواجه كواشف الرادار. نعم. تشبه لأسلحة المسدسات السرعة. نعم. لأنهم ما يسمون مسدس. ما تحتاج أي صيانة. لا. غلط. الشرطة لازم تكون مدربة. نعم. الشرطة ما تستخدم مسدس السرعة. لا. الجهاز هذا radar gun. only calculate. يحسب فقط سرعة سيارة متوجهة عليه. غلط. ويحسب الرايحة والجاية. براكض ورا السائقين. بالروحة والجاية. يابا شنو كاشف الرادار. جهاز يكتشف مسدسات السرعة. أول تعريف. شون يشتغل. by sending radio waves. radio waves towards the car. تعبت. shaped a bit like guns. تشبه لأسلحة. نعم. الناس يقولون ما يشتغل زين. نعم. شنو كاشف الرادار. جهاز يستخدم مسدسات السرعة. أول تعريف. يلا. ليش الشرطة تستخدم مسدسات السرعة. يمسكوا المسرعين. to catch speeders. شون يشتغل. by sending radio waves towards the car. 22. أكو مشكلتين. نعم. لازم يكونوا مدربين. نعم. must be trained. don't use radar guns. لا. الشرطة يعني بعضهم يستخدموا مسدسات السرعة. وما جاء عليها أي شيء بالـ 2020. أعتقد. يعني أنا ذي حدثتها بس. أنتو حظكم. الآخر قطعة بالكورس الأول. هي قطعة المترجمة. مرادفاتها yearly, سنوي, annual. أيضا سنوي. أشياء تضعها to listen privately. لتستمع بشكل خاص. headphones. سماعات الرأس. الغرفة هذه اللي يشتغل بها المترجمين. يسموها booth cabinet أو مقصورة. غرفة معزولة. difficult situation. في موقف صعب. تامي واحد يكون موقف صعب. يتعرض للضغط under pressure. يكون تحت الضغط. give an idea of something. يعطي فكرة عن المعنى. convey the sense. يوصل المعنى. wanted and needed. مطلوب ومرغوب. in demand. مطلوب. in demand. مطلوب. unemployed. عاطل عن العمل. out of job. بلا عمل. الطابع الأخبار. ويعرف به المواضيع true. active language. لغة السميرة الأصلية. ال Arabic. فخاف تشوفون خطأ مثلا بالإملاق. خطأ بالكلمة يعني. يعني عادي. مشوها غلسوا. ليش المترجم ما لازم يضيع الوقت. waste time thinking. بالتفكير. he will miss سيفوته the rest بقية of the speech. سيفوته بقية الكلام. رح تشوفوا هذا هو يتكرر. المترجمين لازم عندهم degree in English. شهادة باللغة الإنجليزية. and diploma in interpreter. interpreting بالترجمة. شنو الشهادات المطلوبة من المترجم. ذنين هاشوفوهن. هن. شهادة باللغة الإنجليزية. ودبلوم ترجمة. دولة. نفسهم تكتبهم هنا. how is it if there are two شتون الوضع إذا ثنين مترجمين يعملون في same booth. نفس الكابينة. it is less stressful it is less stressful أقل تعبا and they can take turns ويمكنهم تبادل الواجبات. العمل الحر أشخاص لا يبتعدون عن المكتب غلط. تعرف هذا ما المدمنون العمل. تحتاج شهادة بيش بالإنجليزية وبعد دبلوم ترجمة ناقب شوي. ليش يقرون الصحف المترجمين. to have a good general knowledge حتى تصير عدو معرفة عامة زينة. and know what is going on what is going on in the world حتى يعرفون معلومات زينة ويعرفون شاكو ماكو بالعالم. سميرة قرأت عن النفط. ليش? get familiar لتعتاد to get familiar with the technical terms لتعتاد على المصطلحات التقنية. سميرة شنو؟ سميرة مترجمة. شهادة بيش وهي بالترجمة. شهادة باللغة الإنجليزية و دبلوم ترجمة. حتى تكون مترجم جيد فكر بسرعة true شنو الشهادات المطلوبة من مترجم degree in english diploma and interpreting الدورة كانت صعبة جدا دورة الترجمة ثلاث لغات تشوفون ثلاث لغات غلط ما يحشون ثلاث لغات شنو العمل الحر راح نعرفها تعريفين حسب القطعة she works when she wants تعمل متى ما تريد and for the organization that she wants to work for for هاي لقد تكتبها نصا من الكتاب بتكتب تعريفك يشبه نوعا ما يشبه نقول فنسوي بغير لون to work whenever وخلا خليها you whenever or where ever you want أن تعمل متى ما وينما تريد تقدر تقول تعمل متى ما تريد whenever you want and for the organization يعني هذه تلغيها مثلا هذه تلغيها ما تسويها شي تسويها you to work whenever you want بعد تكمل الباقي and for the organization المترجم يتابع الأخبار نعم ليش المترجم يقرأ الصحف يعرف معرف عامة to have good general knowledge حلينا قب شوية shouldn't interpreters think of a word لا ينبغي المترجمين أن يفكروا بكلمة ما رح تجيهم he will miss the rest of speech قبل شوية قناها ليش ما يضيع الوقت بالتفكير سيفوتوهم بقية الكلام المترجمين لازم عندهم شهادة قبل الدبلوم يعني عند نهاية degree شهادة قبل الدبلوم true easy غلط مو من السهولة الحصول على دورة الترجمة الثلاث لغات غلط ما عندنا ثلاث لغات ليش ما يضيعون الوقت بالتفكير he will miss the rest of speech يترجمون كل كلمة حرفيا غلط يضيعون الوقت بالتفكير he will miss the rest of speech ليش يقرون الصحف to have good general knowledge and know what is going on in the world سميرا بعد أن أنهت المدرسة سميرا أخذت شهادة باللغة الإنجليزية غلط هاي الجملة false لين هي أخذت شهادة باللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الأصلية اللغة الأصلية لسميرا هي الأرابيك يتابعون الأخبار ويعرفون بهوان مواضيع true المترجمين translate each word literally يترجمون كل كلمة حرفيا غلط born ولدت في بريطانيا سميرا ولدت في بريطانيا waste time thinking ليش ما يضيعون الوقت بالتفكير he will miss the rest of speech يفوت بقية الكلام ثلاث لغات غلط من السهول الحصول على مكان في دورة الترجمة غلط سميرا المحمود مترجمة لغة سميرا الأصلية العربية true ولدت في بريطانيا true وليش ما يضيعون الوقت بالتفكير he will miss the rest of speech degree before diploma شهادة قبل الدبلوم true what is the most important equality شنو أهم ميزة بالمترجم he remain تقدر تقولون stays يبقى remains come under pressure يكون هادئا يبقى هادئا تحت الضغط under pressure سميرا قرأت عن موضوع النفط to have or to know to get familiar with the technical terms لتعتاد على المصطلحات التقنية active language أو three active language غلط ما عدنا ثلاث لغات شهادة قبل الدبلوم true ويضيعون وقت بالتفكير will miss the rest of speech ما هو العمل الحر قلناه هسا ترجمون أو تعرفوه بتعريف الكتاب أو أن تعمل متى ما أو أينما تريد كيف الأمر إذا عدنا مترجمين إثنيا يعملون في نفس الكابينة أقل تعبا it is less stressful and they can't take turns ويمكنهم تبادل أدوار أيضا كتبنا أقل شوي لن يكونوا ندين عادا بس الجديد أنا رح أكتبه يضيع الوقت بالتفكير he will miss the rest of speech سميرة جروة بسبيكينج كبرت سميرة تحتي الإنجليز الإنجليزية بالبيت ها بالمدرسة oh sorry 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 بالبيت تحتي عربي حتاني تعبد و بالمدرسة تحتي إنكليسي هي متعرفكوش بالإنكليسي الفريلانس العمل الحور شنو يعني to work whenever or wherever you want the amount of money كمية الفلوس اللغف مع المترجمين ذوله يعتمد على شنو who you are working for من تعمله؟ هاي الجهة اللي تعمله إنت المنظمة طاقين لو يتعاوين بعد and how many and how many of you are working و كم عدد الذين يعملون؟ شكم مترجم؟ إذا جايبينهم عشرة شتصفين كل واحد ألف شي سو بيه؟ زين شهادة بعد الدبلوم هنا اختلف عندنا الوضع صارت false اللي احنا نريدها شهادة قبل before ليش ما يضع الوقت بالتفكير almost the rest of speech ليش قلت عن النفوط to get familiar with the technical terms ليش يقلون الجرائد والصحف to get good general knowledge and know what is going on in the world يعرفوا ما يجري في العالم ويكسبوا معرفة عامة جيدة انتهينا من الكورس الأول تم بحمده تعالى محاولات خطية وشكرا ننتقل للكورس الثاني يبدأ بقطعة العطل والإجازات من قطعة هذه why are holidays so important لماذا لا أعطى المهمة هي قطعة تليونت الخامس قطعة وحيدة يعني او هي قطعة واحدة بليونت الخامس قطعة بسيطة و سهلة قطعة بسيطة و سهلة ارى نشوفها بها سؤال هو عبارة عن انه نقطة هنا موجودة ومنطين اختيارات الها هذه الاختيارات الحل الصحيح مالتها هو مثلا هذا اللي هو خليت مثلا هنا عندنا cause health problems هذا هو الجواب الصح هذا تحفظ انت لانه بعدين رح يجي عندنا بعد شوي رح نشوف انه يقولولي ماذا يسبب ضغط الحياة ونقولهم cause health problems فاول تالي انت رح تحفظ الحلول رح نقشرهن يا اما يجيب اختيارات يا اما يجيب اكمل يا اما يسألني ضغط الحياة ضغط الحياة يسبب مشاكل صحية some people don't take holidays because البعض لا يأخذون الاجازات ليش لا يعتقدون بان الاخرين يقومون بالعمل بدلا عنهم they don't think the other people can do their work ثلاثة some people find out too late too late البعض يكتشف بشكل متأخر جدا انه العمل ليس الشيء الوحيد في الحياة Work is not the only thing in life بان العمل ليس الشيء الوحيد في الحياة We need to give families and friends نحتاج ان نقدم للعائلات والاصدقاء هواية وقت a lot of our time الكثير من وقتنا والعطلة هي chance فرصة لي stop thinking about our problems توقف عن التبكير بمشاكلنا بالنسبة للتمرين الثاني اللي هو المرادفات طبعا هنا تقدر تكتب المعنى بالعربي وهنا بالعربي وهنا كلمة الجيزان رح قبل اختصرها make certain ensure يتأكد اثنين هنا يتأكد ما رح اقول هذه معنى هاي شوية معنى هاي شوية هنا اثنين هنا يتأكد التحفظ make certain ensure 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 make certain forever للابد indefinitely شيني الصالفة شفيني اليوم للابد بلا حدود time limit وقت محدد deadline موعد نهائي deadline موعد نهائي about to happen around the corner على وشك الحدوث around the corner technique quickly يأخذ بسرعة snap 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 يختطف هنا اخذ بسرعة health well being صحة very important vital مهم جدا نفس المعنى بالنسبة لل الاسئلة كل السهلة انا شوفها change of routine often helps us to look at our own lives in different way التغيير روتيني يساعدنا بان ننظر لحياتنا بطريقة مختلفة true عدك العطل مهمة لكل شخص important for everyone not just the businessman هاي نفس الجملة هنا رح نكتب احنا businessman لاحظوا ثنيا هنا فهنا عدنا ترو العطل المهمة لكل شخص وليس فقط رجل العمال ومرة ثانية يقول يكملها هنا العطلة هي فرصة فرصة لي هنا نفس الحالة هنا مو نكملها هنا جايبة اختيارات انا قلت لكم هذا التمرين ممكن يجيبه خلينا احنا نكمل ممكن يجيبه اختيارات فتنقلون هذه هنا stop talking or thinking about our problems what can the stress of life the stress of life cause ماذا يسبب ضغط الحياة it can cause يمكن ان يسبب health problems هاس قبل شوية اخذنا بالاختيارات يسبب مشاكل صحية people don't take holidays ناس ما ياخذون اجازات ليش هما ايضا اخذناها قبل شوية اللي هي because they don't think they don't think other 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 others can do their work لا يعتقدون بان العمل ينجزون بان الاخرين ينجزون العمل بدلا عنهم ضغط الدم شي يسبب بنا ضغط الدم ضغط الدم it causes it causes strokes الجلطات and heart attacks والذبحات القلبية من هم مدمنوا العمل من هم مدمنوا العمل دولة الناس اللي هم هواي تعاريف من ضمنها من ضمنها نقدر هذا التعريف نقوله people don't think they don't think others can do their work ممكن نستخدم هذا ممكن نستخدم التعاريف الموجودة بالworkaholics بالقطعة احنا قلنا هذا يعني الفيديو تذكير اليك مو معناته احنا نحاول نكتب كل شي holidays are important for everyone not just the business man true what would happen شي يصير اذا الناس ما ياخذون enough breaks and holidays they can get يمكن ان تحصل لهم health problems تحصل لهم مشاكل صحية طبعا نقدر نجواب جواب ثاني انو ضغط الحياة سيؤثر على صحتنا البدنية والجسدية the pressure of life can affect on our physical and mental health موجودة بالقطعة ايضا هذا workaholics مدمون العمل نفس التعريف هس الكتاب نالقلنا عليه انو people can or don't think others do their work high blood pressure cause شي يسبب ضغط الدم العالي it can cause drugs and heart attacks هذا الفريلانس العمل الحر هذا واحد من التعريف مع workaholics هذا التعريف من people يدرون تعرفون ايضا ال workaholics ايضا هو هذا التعريف people cannot bear to be away from the office for more than a few hours هس حاليا هو خطأ ليش لأن عمل الحرمون ناصي اللي مطيق لابتعاد عن المكتب ليش العطة المهمة لماذا العطة المهمة to avoid لتجنب لتجنب المشاكل الصحية to avoid health problems لتجنب المشاكل الصحية بينما اذا لقد اثيرت لانه ضغط الحياة سيؤثر على صحتنا البدنية والجسدية why do brain and body need break ليش الجسد والعقل يحتاجون استراحة ليش دولة سبع هاي نفس الجملة فقط اذا جاب لي اياها انه موجود brain والbody والبريك اذا موجودين كلهم نفس الجملة راح ينقول to avoid health problems يجنبوا المشاكل الصحية بينما اذا لقين الجسد والدماغ والجسد شي يحتاجون a break يحتاجون استراحة مدمنوا العمل منهما يعدكم تعاريف هواي لها من ضمن هذا التعاريف لماذا العطل مهمة to avoid health problems لتجنب المشاكل الصحية او ان ضغط الحياة سيؤثر على صحتنا الجسدية والعقلية ليست فقط لرجل الاعمال true العطل تنطينا لتوقف عن التفكير بالمشاكل نحتاج من ضمن العائلات الكثير من وقتنا والمدمن والعمل ايضا من جديد والجسد والعقل يحتاجون break يحتاجون استراحة ضغط الحياة يسبب مشاكل صحية ضغط الحياة يمكن ان يؤثر على صحتنا الجسدية والعقلية او تقدر تقولها بدلا ما تقول physical and mental affect our body and brain brain and body ما يحظ يتأثر على الجسد والعقل عادي بدلا ما تقول physical اللي هي بدني نفسها body mental اللي هي الذهنية نفسها العقل بالنسبة ان بعض الناس too late يكتشفون متاخرين ان العمل ليس الشيء الوحيد في الحياة true why do brain and body need a break ليش يحتاجون استراحة to avoid health problems لتبجنب المشاكل الصحية اولي انو الجسد هذه نقدر نقولها can affect our physical and mental health شنو اللي يصير if people don't take breaks and holidays شنو اللي ممكن يصير they can't get health problems تحصل لهم مشاكل صحية some people don't take holidays البعض ما يخذون اجازات because they don't think others can't do their work بالبداية قلناها ضغط الحياة سيسبب مشاكل صحية true ضغط الدم ش يسبب can cause strokes and heart attacks ضغط الحياة cause health problems يسبب مشاكل صحية find too late شكتشفون work is not the only thing in life ان العمل ليس الشيء الوحيد في الحياة ضغط الحياة cause health problems يسبب مشاكل صحية give families and friends نعطو العائلات والاصدقاء a lot of our time الكثير من وقتنا وضغط الحياة can cause health problems يسبب health problems مشاكل صحية مدمن والعمل هاي التعارف موجودة عدكم people who can't appear to be away from the office for more than a few hours لاخره chance العطة الفرصة stop thinking about problems العطة المهمة not just the businessman not just the businessman find out too late كتشفون الناس متاخرين and that work بأن العمل is not the only thing إنها ليس الشيء الوحيد in life في الحياة العطة المهمة لكل شخص و ليس فقط رجل العمل صحيح الوحيد صحيح الوحيد عطة الفرصة تحصل لهم مشاكل صحية ليش الدماغ والجسد يحتاجون استراحة to avoid health problems لتجنب المشاكل الصحية ويسبب مشاكل صحية ضغط الحياة ضغط الحياة يسبب مشاكل صحية الناس يكتشفون بشكل متاخر work is not the only thing in life our families and friends feel that we care about them الناس الناس الأصدقاء القريبين من عندنا وعائلاتنا يشعرون أننا نهتم بهم when we give them بأن نعطيهم a lot of our time بأن نعطيهم الكثير من وقتنا المدمنون العمل عرفناهم كيف نجعل عطلتنا مهمة كيف يمكن أن نجعل العطلة مهمة كيف يمكن أن نجعل العطلة بأن نجعل الهواتف مغلقة ونخلص من الراكضين ورانا بعربانا بس يتابعونا وراحين ونجعلين مهمة مت بانكر قطعة قطعتين بيونة ستة الأولى قطعة مدير البنك هنا نترو فولس عملي فيه روتين يومي فولس لا نشجع الطلب على فتح حسابات فولس أسس نيو بزنس آيديا أساهم في أفكار عمل جديدة نعم لا يمكن دائما أن نوافق على القرض صحيح فقط يجعرفون بالأمور المالية صحيح أفكاري أجز عملي لوحدي صحيح بالنسبة للوزاريات واحدة من أهم مسؤوليات موظف البنك is to decide أن يقرر decide decide whether whether to give or not people and businesses loans أن يقرر أن يعطي الناس يعطي أو لا يعطي الناس والمشاريع القروض I feel tired تعبت واحدة من مهارات موظف البنك موظف البنك good at maths أن يكون جيد في الرياضيات بانكر needs to be good architect يكون معماري جيد false خطأ what is one of the skills واحدة من المهارات المطبوبة من البنك هذه to be good at maths تقرروا نجاوبوها أن يكون جيد في الرياضيات one of the banker's skills to be good at maths نعم هو يكون جيد في الرياضيات being a banker requires many different skills حتى تصير مدير بنك تطلب مهارات هي الأولى be be good at maths هاي أول وحدة أن تكون جيد في الرياضيات be able to read charts quickly يخرق الرسوم البيانية بسرعة مثلا and be I thought be good a good a good communicator يكون متواصل جيد لبق بالكلام difficult part أصعب جزء في عمل موظف البنك he cannot always لا يمكنه دائما he cannot always لا يمكنه دائما approve تبدو أن تقولوها يوافق أو تقولوها give loans لا يمكن أن يعقي لا يمكن أن يوافق على القروب always he cannot always give loans or approve loans difficult part نفسه الأصعب جزء بعمل موظف البنك البنوك التي تعمل مع الشركات الكبرى can help them تساعدهم improve يطورون and extend و يوسعون their businesses تطورون و يوسعون مشاريعهم يعرفون فقط في الأمور المالية غلط ليش الناس تاخذ قروض المشروع خاص مثل شراع منزل أو سيارة تقدر تختصرة وتقول قبل 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 و يوسعون أو المشروع خاصة أو المشروع أو المشروع أو المشروع أسهل هذا ليشراع سيارة أو منزل المشروع 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 نعم طلب مهارات أصعب جزء بعمل موظف البنك لا يمكنك لا يمكنك أن يجحرك السيارة الكبرا يمكنك المشروع المشروع أصعب المشروع 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 بعرض حسابات طلاب خاصة أصعب جزء cannot always give a loan يشجعون الطلبة by offering special students account what makes the job of a banker interesting شنو اللي يجعل عمل موظف البنك ممتعا the variety التنوع how come banker attract students شون يجذبون الطلبة by offering special students accounts أصعب جزء بعمل موظف البنك he cannot always give a loan need to be good communicator يحتاج أن يكون متواصل جيد نعم attract students كيف يجذبون الطلبة by offering special students account هذا الغو لأنه موجود بالقطعة البعدة مش بالغلط ناسي هنا شنو اللي يخلي عمل موظف البنك interesting the variety التنوع الشركات الكبرى والبنوك الشركات يساوهم can help them improve and extend their businesses difficult part أصعب جزء بعمل موظف البنك he cannot always give a loan هنا عدنا banker convince people to use the bank شون البنك يشجع الناس يستخدمون البنك بعمل موظف البنك يشبه ما الطلبة بعمل موظف البنك بعرض خدمات جديدة الشركات الكبرى can help them improve and extend their businesses this is difficult part he cannot always approve بعمل موظف البنك يستخدمون البنك وانا ما اتذكر انا يعني جاهل انا ما اتذكر شوك سوات هاي الملخص على العموم making money القطعة الثانية من يونت ستة هي قطعة عمل الأموال أيضا هذه الاختيارات ممكن تكون يعني جوليها كمل أو سؤال جوب فلازم تحفظوهن يعني فبالحالة رح نجي when we are children عندما نكون أطفال نتعلم قيمة التوفير نحصل على فائد أكثر إذا بقين الأموال في الحساب for a long time لوقت طويل investing in stocks and shares الاستثمار في الأسهم والسندات هو تسلية لبعض الناس إذا تشتري عقار قد تحصل على مبلغ كبير من المال إذا أو عنده بيع بالنسبة لهذه الكلمات حاولوا تحفظون الجزء رح نكتبه يعني احتمال يجيبوا بها طريقة هاي يكتبوا لكم put some وتكتبون أنتو aside pension plans regular savers قدامكم هاي الترجمة ماذا تشوفوتو a fixed sum financially minded risky business major players break even profit ايضا الاسئلة ماتية عن نوعا ما انا شوفها سهلة when we are children من نكون اطفال يتم تعليمنا قيمة التوفير true we are taught the value of saving we can get more interest if we keep our money in our bank for a long time سويها حالة طردية وقت طويل more interest الفائد الاكثر كل ما يكون الوقت طويل true risky business كل ما تشوفون risky business لماذا العمل او الاستثمار بالعقارات sorry بالأسهم والسندات عمل ذو مخاطرة there are no guarantees لا توجد ضمانات financially minded اصحاب العقول المالية يتابعون الاسواق ويستثمرون بالبورصات الاسهم والسندات stocks and shares true بعض حسابات التوفير benefit people تفيد حسابات التوفير الناس اللي ما يريدون access the money يوصلون الفلوس ويبعدوها عنهم true why should people save money ليش الناس توفر الفلوس للمستقبل to enjoy a good standard of living when they are older اللي يستمتعوا بمستوى مع ايش يجيد عندها ما يكبرون if you buy a property or sell property من تشتريع اقار وتبيعة get تحصل على a lot of money a lot of money تحصل على اموال كثيرة هاي فكات اللي دائما نطيحن يعني بالمحاضرات نقول ايش نعتمد على ان مش موجود عندنا invest money شلون الناس يستثمرون اموالهم طبعا يستثمرون الاموال بثلاثة شغلات اللي هنه دعنا نقولها in saving accounts in حسابات التوفير in stocks and shares الاسهم والسندات و property العقاب تكتبها يعني property او تكتبها investing in investing in property بكيفك يعني can make money work for us شلون نخلي فلوسنا تشتغل لنا نفس الجواب هذا شغل فلوسنا بذني المجالات شونو اكثر استثمار معروف بالمملكة المتحدة جيب لي هذا investing in property هذا اشهر استثمار في المملكة المتحدة الان هو هذا investing in property جيبو هنا investing in stocks and shares is fun مجرد تسليه للبعض الاستثمار بالاسهم والسندات شلون نستثمر اموالنا نفس الجواب هذا in saving accounts investing in stocks and shares investing in property why it is a risk ليش مخاطرة ان نستثمر في الاسهم والسندات there are no guarantees لا توجد ضمانات من اطفال احنا يعلموني the value of saving يتم تعليمنا قيمة التوفير الناس توفر الفلوس للتقاعد ليش؟ هذا نفس الجواب ما اللي نعيش مستوى معيش يجيد عندما نكبر to live good standard of living when we are older or they are older نفس الجوابين عاد هذا نفسه risk there are no guarantees how can people get benefit شلون الناس تحصل على الفائدة من الفلوس مانتهم شلون يستفادوا منعها ترجع من جديد على هذا اللي هو بالاسهم والسندات شلون يتنفعون الفلوسهم هذا نفس الجواب in saving accounts stocks and shares investing in property حسابات التوفير تفيد الناس who don't need to access the money حسابات التوفير تفيد الناس اللي ميردون يستوان الفلوسهم هذي عدنا stocks and shares ذولة اثنين فبوث يعني كلاهما هما عبارة عن فن تسلية وطريقة وطريقة to make money يكون امتاز لها وطريقة اللي يكسب الاموال الشنو الاستثمار المعروف بالمملكة المتحدة investing in property الاستثمار في العقار يشجعونا نحط فلوسنا بخطة تقاعدية to enjoy a good standard of living when we are older يتم حكنا على التوفير لنستمتع بمستوى معيشي جيد عندما نكبر شنو اكثر استثمار في المملكة المتحدة هو الاستثمار في العقار true risky business there are no guarantees UK investing in property هذا نفسه save for the future to live or to enjoy a good standard of living when we are older saving accounts benefit people حسابات التوفير تفيد people don't need access the money تفيد الناس اللي ميردون يستون لفلوسهم 22 اشهر استثمار في المملكة المتحدة investing in property when we are what do children learn about their pocket money شي يعلمون اطفال عن مصروف الجيب not to spend all of it at once ان لا يصرفوا كل دفعة واحدة but to put some aside ان ما يصرفوا دفعة واحدة ويخلون قسم من عنده يضموه يجمعوه major players منهم اللاعبون الكبار في لعبة الأسهمة السنددات the specialist الاختصاصيين الناس يوفرون لعمر التقاعد that enjoy good standard of living when they are older يستمتعوا بمستوى معيشي جيد عندما يكبرون والناس تحصل هواية فائدة من الحسابات توفير وقت when when they keep money in the accounts عندما يبقولن اموال في الحساب وقت a long time لوقت طويل طيب قون الفلوسة هواية وقت طبعا اكيد الزيل الفائدة a lot of retired people today which they had done more with their money when they were younger وهاي موجودة ترجمة قدامكم true what is the most popular investment in the UK investing in property وصلنا القطعة unit 7 وهي القطعة الوحيدة وقطعة كلش بسيطة using the library استخدام المكتبة هنا عندنا true false الكاتب يريد ان يجد وظيفة داخل البلد false يريد وظيفة خارج البلد تطلب السفر can learn how to apply for jobs at the library في المكتب يتعلم كيف يقدم على الوظائف true can borrow DVDs يمكن ان يستعير قراصة DVD من المكتبة true read the newspaper to find out what is happening in the world يقرأ الصحف في المكتبة اللي يعرف ما يجري في العالم false هو يريد يدور على وضائف عروض عمل جديدة new job offers has already applied قد قدم مسبقا أصلا لبعض الشركات false بعد ما نقدم لبعض الشركات أصلا يعني ما نقدم ليتعلم أيضا هنا عندنا اختيارات astounded هذه الكلمة معناتها surprised متفاجئ body language how you sit and move كيف تجلس وتتحرك appropriately in the correct way بالطريقة الصحيحة ترجم أيامكم يعني ما يحتاج أقلها since هي معناتها because pay off bring the right results pay off يؤتي ثمارة يجلب النتائج الصحيحة بالنسبة للأسئلة راح تكون بسيطة أيضا بها متكررة why why are new jobs appearing all the time لماذا تظهر وظائف جديدة طوال الوقت because of the new technology بسبب التكنولوجيا الحديثة why did the writer go ليش الكاتب يروح للمكتب المركزية to look for information ليبحث عن معلومات to learn how to apply for jobs صارت ليبحث عن معلومات ليتعلم كيف يقدم على الوظائف لماذا ذهب الكاتب نفس الجواب في المكتب الكاتب كان learn how to apply for jobs true نفسه the writer went the writer went ليش راح للمكتب to look for information to help him or to learn how to apply for jobs عدنا هنا الصحف في المكتبة الصحف في المكتبة شنو فائدتها to find new job offers لنجد عروض عمل جديدة لماذا الكاتب يذهب للمكتب المركزية to look for information to learn how to apply for jobs نفس الجواب عدنا هنا تعلم عن body language أهمية لغة الجسد true writer learn about how important body language can borrow dvd's يمكن ان يستعير قراصة dvd من المكتبة true go to the central library of Baghdad يكون انو رايح هو to look for information to learn how to apply for jobs ليش الكاتب بريد يطور لغته الانجليزية راح نكتب جوابه he likes a job which or that كيفكم involve traveling traveling يريد أن يجد وظيفة تتضمن أو يحب وظيفة تتضمن السفر أو نقولها بطريقة أخرى أنه هو يريد يسافر من أجل العمل he wants to travel travel for work يريد أن يسافر من أجل العمل يعني تقدرون تعتبرون هذا هو جواب ثاني غيره غير اللون هذا جواب ثاني إذا قال لي ليش يريد يطور من لغته الانجليزية رجعنا من جديد على الصحف newspapers اللي هي to find new job offers لليجد عروض عمل جديدة يعني من نلقى مثلا هي الصحف في المكتبة هذا جوابها the writer could get information about evening and summer classes هذه true لقى معلومات عن الدورات الصيفية والوشت المسائية decided to look for new jobs because he failed فشل في العمل مالته هو بحث عن وظيفة جديدة لا هو ما فشل يستعير قراص ال dvd true the writer was working in a bank he gave people information about traveling فانتقارن للبانك والترافلنج والمون إذن هي غلط books with advice الكتب اللي بيها النصائح الكتب اللي بيها النصائح بش تساعد الناس to find job vacancies and نجد وظائف شاغرة can learn how to apply for jobs يتعلم الكاتب كيف يقدم للوظائف true لماذا تظهر وظائف جديدة because of the new technology because of the new technology بسبب التكنولوجيا الحديثة كيف أهمية الصحف في المكتبة to find job offers to find new job offers أن نجد عروض عمل جديدة هنا عدنا why does the whole section of books about different careers in the library what ماذا تصف الكتب في المكتبة وقسم الكتب تصف شنو تصف the various jobs الوظائف المتنوعة and skills والمهارات you need to do to them والمهارات المطلوبة لإدائها طبعا تقدر توصل لحد you need كل شيء the library has a range of information المكتبة بها معلومات لل people للناس اللي looking for يبحثون عن right career المهنة الصحيحة لمن يبحث عن المهنة المناسبة المهنة الصحيحة اللي تناسبة يعني عندنا هنا bank وعندنا traveling false improve his English ليش يريد يطور لغة الإنجليزية he likes a job which involves traveling عملي ضمن السفر أو إنه he wants to travel for work you read and you suffer من أجل العمل to learn how to apply for jobs ليبحث عن معلومات ليتعلم كيف يقدم على الوظائف يقرأ الصحف ليش ليعرف ما يجري في العالم لا هو to look for new job offers فهو مو يعرف شكو ماكو إذن هي false new jobs appearing all the time لماذا تظهر وظائف جديدة because of the new technology بسبب التكنولوجيا الحديثة learned about how important body language تعلم عن أهمية لغة الجسد true books with advice الكتب اللي به نصيحة how to find job vacancies and نجد وظائف شاغرة أيضا هذا مكرر what does the whole section of books different careers describe ماذا تصف الكتب أو القسم الكامل من الكتب the various jobs and skills you need to do them هيا نفسها كتبنا قبل شوية الوظائف المتنوعة والمهارات المطلوبة واخير وحدة the writer wants to find a job in his country يريد الكاتب أن يجد وظيفة داخل البلد false وصلنا للنهاية اللي هي unrenewable resource الطاقة المتجددة ومصدر طاقة متجدد مصدر المتجدد طاقة الرياح يعني رح يصير عندنا الwind power وعدنا هذه أسئلة in what ways power wind power been used for thousands of years إذن هي هذا جواب ماتة to power sailing boats and grind corn into flour for bread هنا شي يقول كملوها هاي أفضل أنه لتسيير السفن وطحن الذرة إلى يعني طحن الذرة لطحين من أجل الخبز what is the most important aspect aspect يعني أهم مجال أكثر مجال مهم بطاقة الرياح wind power it is a clean energy إنها طاقة نظيفة why does the author author المؤلف ما المقالة ليش يقول إنه طاقة الرياح efficient كفوئة because the land under the turbine لأن الأرض تحت التوربينات can also be used for agriculture تستخدم من أجل الزراعة the complaints الشكاول ما الناس يقولون عليها عن التوربينات لأن المال الرياح شبيهن unattractive and noisy دائما يكونن هنا غير جذابات ومزعجات تطلع عن صوت why can't we only use will power to supply our energy ليش ما نقدر نستخدم بس طاقة الرياح لتجهيزنا بالطاقة it cannot supply enough energy to meet our needs ما تجهزنا طاقة تناسب احتياجاتنا بالنسبة للأسئلة the main disadvantage دا يقول disadvantage أهم سلبية من طاقة الرياح أنها طاقة نظيفة false people think that turbines are unattractive and noisy ناس يقولون إنه هي مزعجة وغير جذابة شنو أهم مجال من طاقة الرياح it is a clean energy energy أنها طاقة نظيفة people complain يشتكون الناس بأن التوربينات تشبيهها unattractive and noisy ومزعجة ربعا أنا أتراكتب هذه نقدر نبدلها spoil the land scape تشوه المنظر أيضا هذه مقبولة الآثر الكاتب ليش يقول إنه الطاقة الرياح كفوئة because لأن the land لأن الأرض under the turbines لأن الأرض تحت التوربينات تستخدم من أجل الزراع تستخدم من أجل الزراع ربعا can't only use wind power it cannot supply power that meet our needs لا يمكن أن تجهز طاقة تنبي احتياجاتنا يظنوها غير جردابة ومزعجة ما هو أهم جانب من جوانب الرياح طاقة نظيفة الطاقة الرياح تستخدم لألاف السنين وطحن الذرة اللي تسير السفن وطحن الذرة من أجل الخبز الشكوى الثنين اللي يقولون عليها الناس unattractive and noisy غير جذابة ومزعجة الطاقة الرياح تستخدم لألاف السنين ليش يسموها متجدة because it never run out هاي المكتوبة بالكتاب اللي هالمراد في مال stop ممكن تكتب it will never stop أو تقول will never run out عادي يعني نفس الشي الآخر يقول طاقة الرياح كفوئة because the land under the turbines can be used for agriculture الميندفانتج أهم يزا بطاقة الرياح it is a clean energy طاقة الرياح doesn't produce لا تنتج greenhouse gases غازات احتباس حراري وهنا ويس نفايات true why can't we only use wind power it cannot supply enough energy to meet our needs ما تجهزنا طاقة لبي احتياجاتنا people have used wind power ليش الناس استخدمون الرياح لي power sailing boats and grind corn لتسير السفن وطح نظرة الكاتب يقول انو طاقة الرياح كفوئة because the land under the turbine can be used for agriculture الشكاول الثنين they are unattractive and noisy caused by تتسبب الرياح من خلال changing changing تشي تغير temperature in the air بتغير درجات الحرارة في الهواء في أوروبا استخدمون الرياح for a long time to power sailing boats and grind corn لتسير السفن وطحن الذرة the main advantage it is clean energy أهم ميزة انو طاقة نظيفة in what ways has been the wind power has been used for thousands of years بأي طرق استخدم الطاقة الرياح to power sailing boats and grind corn مال السفن والذرة 19 الشكاول الثنين they are unattractive and noisy doesn't produce any waste or greenhouse gases ما تنتج لنا غازات احتباس حراري ولا نفايات true هاي 2019 ما اذكراني اذا موجود ادنا خلينا شوف لكم اش اجاب التمهيد يا 2024 بال 24 يستطيع اللي وين ال 20 وين ال 21 وين ال 22 وين 23 اذن اذا اني كانت ملغي القطعة هذه اصلا اللي لغت جابوا بال 2024 لماذا لا يمكن الاعتماد على طاقة الرياح بتجهيز نبل الكهرباء يعني because it doesn't supply power لا تجهز كهرباء او طاقة to meet our needs لتلبية احتياجاتنا بالنسبة لنهاية الملزمة هاي اسئلة اثرائية طبعا هذا المصطلح عني ما احب يعني المفروض هي اسئلة لم ترد خد نقولها اسئلة محتملة شوان نعرفها محتملة احنا من نجي للقطعة اعتيادي لما انت تجي تقول هاي الجملة اجتي بالوزاري مثلا الوراهة اللي اليوم ما جاي بيها الوراهة جدتي الوراهة جدتي الوراهة فانت راح تميز اللي ما اردن بالوزاري دخلين على صفحة دخلين في بالك يجيبون هيد السؤال انه كيف كان الطاقص كيف كان الصباح اللي هو بلدات فضعت يعني زي طارق كان suny morning ما عرفش كاتبيني beautiful morning الاخره فهي الاسئلة المحتملة حق الكهاني هاي تبقى يمك اذا تحب تطلع عليها لانه كل ما اشوف التعليقات كيوتيوب يعني مرات في فوال مكانات السادة محمد ما يخلي اسئلة او ملزمتها فاشلة مميش فاشلة عند اكتب لك الوزاريات اقول لك اقرأ القطعة اقرأ القطعة وتعب نفسك شوية دور لي اسئلة جاهزة ولو تجي لو ما تجي اقرأ القطعة واصل يعني شي يجيبون سؤال التجاوب سؤال محمد ما يجي باسئلة يلا تعبناكم نتمنىكم التوفيق وان شاء الله يا ربي تنالون الدرجات اللي تستحقوها وتستحقون انتوا ان شاء الله على الدرجات يا ربي ما قصرتوا ياكم انا ارجع وقول انه هذي تذكير مو مراجعة مركزة حاولت ما يعني اشقد ما اقدر اقل الوقت بس ما اقدر لانه ما شاء الله كتاب كامل كل التوفيقو لكم والسلام عليكم بس اريد يتفجرون اليوتيوب باللايكات والشير وهلكلاوات هاي والله ولا تسووها بس تشوفون وتغلصون باي باي